تعتزم مملكة البحرين بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميجاوات بشراكة مع القطاع الخاص يأتي ذلك بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في طاقة المتجددة وتعمل الجهات المختصة على تعين استشاري للمشروع لإعداد الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية والاتفاقيات لتطوير المشروع ومن المتوقع أن يتم دعوة المطورين للمناقصة في فبراير من العام المقبل على أن يتم الانتهاء من تشهيد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019 ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الحكومية لضمان استمرارية التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة جدير بذكر مشاهدين أن مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد في العام الماضي 2016 الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تشتمل على إحدى ممدرتها على تحديد هدف وطني لبلوغ نسبة 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 وقد ساهم التطور التكنولوجي في صناعة الألواح الشمسية والأجهزة المصاحبة لها وتحسن كفاءتها في انخفاض الملحوظ بتكلفة وحدة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية ترجمة نانسي قنقر